بسم الله الرحمن الرحيم على خير نبدأ الجزء الثامن أو اللقاء الثامن عن الكارنج نبدأ بنتحرك على النهية الجنوبية نبدأ مع بعض البحيرة المقدسة البحيرة المقدسة أنصر أساسي من عناصر المعبد المصري وفي معبد الكارنك هي تمثيل كبير بداية مأسات البحيرة 80 في 130 المكان هنري شيفريهو بالمناسبة لعمل الصور الجديد ده سنة 33 عمق البحيرة من 2.5 إلى 4 حجم الماء فيها 26 ألف متر مكعب الماء بقى بتوصل لها الماء بتزيد الماء بتقل كل الكلام ده كلام كتير بيتقال ولكن لا يوجد بمثل الأنفاء والنيل والقصة اللطيفة للبعض بيقول طيب البحيرة ليه البحيرة أولا مكان لتطهير الكهنة ماشي مكان لتربية بعض الرموز المقدسة وده اللي لقيناه في مكانين في الناحية الشمالية لقينا فعلا بقايا ليه بعض البيت بتاع الأوز وبعض الرموز الطيور اللي البعض اعتقد من خلالها أنها كانت بتربى في المكان ده وكانت بتغطي عندي أهمية كبيرة جدا وهي أن البحيرة هنا بتمثل الماء الأزلي اللي بيخرج منه الإله الخالق الكارنك يبقى أمون أمون بيخرج كإله خالق من النون والبيضة هنا هو أمون زي ما شرحت نظريات خالق الكون حب أنه يجمع كل النظريات بتاعها اللي قدامنا بعيدة دي في الصورة القديمة اللي قدامنا في الطرف دي دي بوابة نختنبه بالمناسبة البوابة الشرقية للمعبد واحدة من البوابات الهمة جدا سنة 94 الحاجة التانية المهمة جدا أن سنة 94 في الناحية الجنوبية من البحيرة الله يرحمه أستاذنا العزيز الدكتور محمد الصغير الصورة اللي قدامنا يبقى ناحية تانية وراني حاجة واشتغلت عليها في الماجستير كانت عن مخازن الطعام فكان بيقول أن بعض الطيور اللي النصوص بعضها بيشير أن بعض الطيور اللي كانت بتتربى في المكان القريب من البحيرة كانت بتخرج وبتدبح وبتتقدم كجزء من القربان اللي بيستعملوا الكهنة في هذا المكان من هنا نقدر نقول أن البحيرة المقدسة أو بحيرة آمون هي رمز للتطهير ماشي رمز لأحد رموز المعبد ماشي وغيرها من الرموز لكن المهم الصورة اللي قدامي دي بوابة الشمالية دي بوابة نختنبه الأول من الأسرة الثلاثين بعد كده بننقل بقى على الصروح الجنوبية ما بين الصرحين ثلاثة واربعة وانت باخل يمين هتقدر صرح السابع اللي قدامنا بوابة رمزيز تسعة صرح السابع هتحط مستحن هنشرح بقى سروح بتكون لها مع بعض بنلاقي الفناء الخبيعة فناء الخبيعة واحد من أهم الأفنية وبيديني بانوراما جميلة إزاي المتحف ده كان القصة بتحكي إنه في أكتوبر 1901 اللي جراء بدأ يشتغل وطلع أثار دولة حديثة ووسطى والبوابة بتاعتما نحط بالأول اللي شرحناها وكان اعتقاده إن دي الحاجات اللي طلعت وابتدى العمال معاها لغاية 2612 1903 العمال جوموا وقالوا له يا خواجه إلحق في لوحة لقينها متسبتة على حتة رملة أو وعد على حتة رملة لقى اللوحة دي الستي الأول الراجل مبسط جدا بتدوا ينظفوا طلعوا تلت تماثيل هب بكمل كمل كمل اشتغلنا لقينا 700 تمثال لوحة و17000 قطعة برونزية رقم رهيب الراجل لقى أن العمق اللي هو شغال عليه بينزل بيديني مابير 15 و16 مت وكانت عنده مشكلة كبيرة أو الإجراءة مشكلة رجلها الأساسية كانت في المية الجوفية أنه كان كل يوم المية بتيجي تغرق فيضطر يجيبهم مضخات يفك وينزل العمال يشتغل خلصوا تاني يوم يجوا يلاقوا المية التماثيل دي زي ما بقى عشان كده عادنا ل1907 التماثيل دي عشان حكيت هتخيلوا إزاي 700 تمثال دول كانوا محطوطين في الكارنك لموظفين وأفراد ولن تجد تمثال لموظف أو فرض موجود في الكارنك إلا وهو قاعد مش هتلاقي تمثال لموظف واحد ليه لأن التماثيل دي اللي احنا بنخرجها من كلمة السيني أو التمثال أو الصورة وبنحطها في البند التاني اللي بنسميه الحسي المبجل ودي الفكرة اللي احنا شرحناها وتكلمنا عليها قبل كده فيه كلامنا عن تماثيل الكتلة وانت بقى تتفرج تعالى بقى شوف الحوائط الشمالية حوالين الخبيه اللي هي الفناء المبر أمون رعوة أمون كاموتيف والملك وقف والإلهة واسد بتقدم قربين وهنا أمون وإلهة وقفة به حطحور بتتلقى القربين ووراها أمون ووراها إلهة بهاية موت الهاية بتاعتها الأدمي التمثيلات المعتادة للآلهة مفيش مناظر حنقول عليها مناظر إيه بتشد يعني ممكن إن انت هنا وانت بتشرح القصة حضرتك أو حضرتك وقفة بتبقى بالنسبة لك مهمة إنك بتحكي على منظر يعني أمون كاموتيف والملك هنا وقفة قدامه والملك اللي وقفة قدامه هتحط مستال آسف رمسيس تاسا وهو بيقدم القربين أو بيقامل جرية تقصية قدام الإلهة أمون كاموتيف منظر من المناظر المهمة اللي احنا مش جديد علينا أو اللي احنا شفناه بشكل كبير موجود في أجزاء كتير من الكارنة الملك مرة تانية بيدخل أمام أمون وبيقدم قدام أمون الكباش الأربعة اعتقد شرحنا الكباش الأربعة الحج والدشر والواج والكم والرمزية بتاعت كل واحد منه شرحناه احنا بديتكلم على الرمزيس التاني في البوابة الجنوبية من صالة 134 عمود أو صالة العميدة الكبرى الموجودة عندي في داخل المعبود إذن الجزء بتاع الخبيعة بالمناظر بتاعته بالحوايط والجدران بيمثل بالنسبة لي وزي ما قلتلكم أهميته بالنسبة لي هنا مثلا لقى الملك وورا اللي هواسط بيقدمه قدام أمون وورا أمون لازم فيه موت وخمس سالوس الموتات اللي عايز أقوله لحضراتكم هنا وإحنا بنتحرك ما بين الصور المناظر دي إننا عاوز نحط تخيل قدامنا تخيل كده وإنت عابة تتفرج تقول إزاي التماثيل الضخمة دي برمزيتها بشكلها إزاي كانت موجودة وبتزين الكرنك وتتخيلوا شكل الكرنك كان إزاي من خلال التماثيل دي وهي متوزعة في الكرنك إن شاء الله تعالى هذه هنا مثلا الجدار التاني زي ما نشافين الجدار والمناظر متوزعة عليه التماثيل اللي عندي وهي منظر اللي احنا شفناها عن قربة بالمناسبة دي المناظر احنا شفناها من قرب مع أمون وأمون كمتف والملك بيقدم القرابيل وبيتعبد قدام الله بكل التفاصيل بعدها بتبقى مجموعة من المناظر المتتالية ومجموعة من النصوص المختلفة اللي بتصور الملك وعلاقته بيه الآلهة نبدأ بقى مع بعض الصروح الجنوبية صرح السابت حطمس الثالث بنلاقي الصرح أمامه مجموعة من التماثيل الوقفة والجلسة طبعا ايدينا الشمال حيبقى الشار ايدينا اللي مين هو الغرب خلاص احنا كده بنبص دايما ودي الملوك والبر الغرب على ايدينا اللي مين هنا التماثيل اللي وقفة هلاقي تمثال أزيري الملك تحطمس الثالث التماثيل دي اختصبها أو تمثالين الأزيريين اختصبهم طررامسيس أربعة الأعداء اللي موجودين هنا من أسامين واضح ان هي قبائل النوبة اللي الملك كان مسيطر عليها على ناحية الشرقية التماثيل الجلسة وفي لوحة من الحجر الرملة موجودة تماثيل الجلسة فيها تحطمس الثالث موجود موجود اسمه واحد عليها تسبق حطم من لوسة 13 واحد عليه اسمها من حطم الثاني ولوحة منها ضحور محب واخد منظر للملك بيدرب الأعداء وأسماءهم كلها بتدل ان هما مجموعة من الأعداء الأسيويين اللي سيطر عليهم الملك من قبائل الشاسو بعد كده بنلاقي المنظر بيكمل بالملك مع أو التفصيل للجانب بتاعنا للملك وهو واقب في التماثيل الأزرية أو في التمثال الواقب بتاعه برضو اللي اختصب ورمسيس الرابع زي ما قلنا وبعدين بنلاقي المنظر بتاع الأرجل الملك مصحوب مجموعة من الآلهة كأنه داخل لأمون أمون اللي موجود عندي على على دين اللي مين حيبقى أمون واضح من الألقاب بتاعته إنه موجود أمامها وهنا المنظر التقليد اللي احنا متبقينه ممكن يكون منتو أتمو منظر تتويج الملك وراء موجود الإلهة موت وراء أمون موجود الإلهة خمسه والملك جالس بيتلقى علامات التتويج من الإلهة أمون وبعدين بنلاقي المقاصير اللي كان جواها التماثيل الصغيرة للملك تحطمص التالت لكن بنلاقي الخرطيش كلها عليها اسم الملك أسر خبراء مري أمون اللي هو الملك سيتي التاني من الأسرة التسعتاشر اللي أضاف اسمه على عدد كبير من هذه النقوش خشي بقى على الناحية الجنوبية هتلاقي تمثال ضخمة عليه خرطوش اسم الملك تحطمه ستالت بيتبقى منه الأقدام هنا الملك كان تمثال موجود على قاعدة القاعدة دايما بيبقى عليها أسامي الأعداء والمدن اللي هو بيسيطر عليها الملك بيقدم الأعداء قدام أمون اللي موطوع رأسه هو تحت الإله إيمنت سيرة الغرب واضح من أسامي الأعداء إنه هم مجموعة من الأسيويين اللي على حدود مصر الشرقية ثم تمثال بقايا من أقصر ناحية الشرقية بنلاقي تمثال صغير وورا التمثال موجود الملء منظر تحطمه ستالت قدام الإله أمون رأ نبدأ مع بعض الصرح الثامن مشترك ما بين حدش بصوت تحطمه ستالت لكن أغلب مناظر الوجه الوجه الشرقية يمكن اللي قدامي على الناحية من بلاي الأسامي موجودة ما فيش فيها مشكلة حتى تشبسوا تحطمه ستالت معروف أنه بتاعه لكن فوق المنظر من أول مركب أمون اللي على الشمات والملك وتتويج والغاية ما يدخل إلى مخدع أمون أو إلى أمون يديله العياد ده سيتي الأول ريجستر اثنين وثلاثة ده كل شغل رمسيس التالت اللي بيمثل عندي وحاجة مهمة موجود في وسط المناظر هنا اسم واحد حلاقيه إيمان حطب شخص موجود ده ملاحظة غريبة كتير بنقف عندها ده نفوز الكهنة بتوع أمون لما ذات ده أمان حطب كان الكهنة الأكبر لأمون في أحد رمسيس التاس نجي على الجانب الثاني حلاقي سيتي الأول التطهير المركب بتاعة أمون مونتو بياخده بيديله علامة الحياة بيدخله الأمون أمون بيتوجه مع خنسه والصف اللي تحت حلاقي رمسيس التالت في مناظر التطهير بتاعته الاتنين ريجستر اللي تحت دول واخدهم زي مونتو حاقيكم رمسيس التالت معي على العتب الجنبين هنلاقي جنب الشمال خرطوش تحطمس التالت وألقابه حرقى ناخت خاعم واسط نسو بيتي من خبر رع مريق من رع نبني سو التاوي سيدة روش الأردين والكلام ده وبعدين بيقول ان هو المنتمي للسيدتين المشرق دائما خاعم بيت المشرق بالسماء صار عج حوتي مص ناحة تانية ملاحظة غريبة جدا هنلاقي الخرطوش اللي موجود مش من خبر رع دعاء خبر رع اللي هو تحطمس التاني أبو تحطمس التالت المنظر هنا بيمثل عندي برضو الالقاب الملكية وان هو محبوب أموت هل معنى كده ان الصرح التاني بدأ مع تحطمس التاني وكمله تحطمس التاني أو ان حت تحطمس التاني كحد شبسوت زوجة ملكية معاه بل ان تحطمس التالت بعد الوصول للحكم أكمل ما بدأه أبو ربما يكون الأمر ده هو المتاح لنا دلوقتي نعد بقى البورة نلاقي مجموعة من التماثيل موجودة ضهر الصرح موجود عندي حاجة ملاحظة غريبة هللاقي اسم حاجة شبسوت اتشال ومحطوط مكانه اس مش تحطمس التالت حطت تحطمس التاني ده بقى المرة دي بقى بتتكلم لبو لكن هللاقي التماثيل الموجودة عندي كلها ممثلة كما يلي التمثال الجنب الباب على المين اللي هو أول تمثال على دي المين دلوقتي في الصورة موجود عليه باسم تحطمس التاني التمثال اللي بعده فيه تمثال صغير موجود عليه اسم رمسيس التاس لكن أفضل تمثال موجود عندي تحطمص الرابع والاسم الموجود يمكن بجانب التمثال لكن في المنتصف التمثال الافضل حالا كله هو تمثال امنحطب الاول. اللي عليه نص من السنة ال starred accomplish mars 3. اقصى تمثال موجود عليه تحطمص الثاني وده رممه تحطمص الثالث في السنة ال tornado. بعد كده بلاقي على الباب من الناخى التانية بلاقي جزء من خارطوش للملك تحطمص التالث على بقايا. تمثال بسيط جدا والتمثال موجود عليه برده نص بيقول انه من السنة 22 رمم المناظر بتاعت ابو المنظر الموجود عندي هنا منظر ليه او المنظر الرئيسي للحرب منظر ليه عخي بيروره على اللقاء من حطب التاني وهو بيدرب الاعداء وراء الكه الملكية الصرحين التاسع والعشر صرحين بنهم حر محب بيستخدم فيهم الحجار التلاتات اللي كان اخناتون مستعملة هنلاقي اغلب المناظر والقطع بتاعته موجود عليها اسم رمسيس التاني اللي وضع عليها اسمه بيلاقي المنظر هنا بالكامل على طول الجدار عليه منظر الملك اللي هو الجانب الشمالي الشرقي عليه مناظر ليه الملك والتتويج والمركب الإلهي والتقديمات المناظر المعتادة قدام الثالوس الجانب الغربي منه بلاقي انه ضايع مني حدد الشمال الغربي ضايع منه جزء كبير من المناظر اللي ما قدرش ان انا نتحرك معها بسبب ان انا موجود الديكوفيل اللي هي العجل بتاع الحفائر وعملية رفع الصرحين مرة تانية بعد كده بلاقي ان الصرح ممر ويبدو انه كان مكان صرحه قديم لما بدأت تفك القطع وبدأت تعاد تركبه لقينا عدد كبير جدا من اللوحات وعدد كبير جدا من التماثيل لقينا من اللوحتين للرمسيس التاني وتمسى ليه لنفس الملك في واحدة من اللوحتين اللي موجودة قدامنا دلوقتي هنلاقي فيها منظر حلو للملك قدام أمون لكن فيه نص هيروغليف النص هيروغليفي بيحكي فيه الملك ان ختوسيل الملك الحيسي طلب من الاله ست رب الرياح المصري ان الرياح تتحرك عشان تيجي المياه الى بلاده في بوغاسكوي عاصمة الحيسيين وان هو جير رمسيس التاني يطلب منه هذا الامر وان رمسيس صلى للمعبود ست رب الرياح حتى يتذهب الرياح بالخير الى بلاد الحيسيين وكان ده بداية ليه مع أورب بعد كده بمواهدة السلام والزواج الدبلوماسي اللي تم من بنت ختوسيل اللي هي مقاطح الريف رو رع اللي هي البنت الجميلة اللي تزوجها رمسيس التاني في السنة 21 من حكمه هنختم الجانب الجنوبي مع بعض من الكرنج بالصرح العاشر حور محب رمسيس التاني برضو ما سابوش في حاله تصرح في حالة سيئة جدا الا من أشياء بسيطة أولا ما شايفين على وجهة الصرح التمثالين اللي من الحجر الجيري حور محب اختصابهم رمسيس التاني المناظر عندي مناظر تقليدية اللي موجودة على الجنبين الملك مع أمون بيقدم 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 القرابيل للإله المناظر المعتادة ما بين الملك والإله أو الملك بيتم عملية التتويج المعتادة أمام الإله أمون وموت وخنصه لكن على الجزء الشمالي الغربي من أو الجنوب الغربي أسف من قصر موجود نص مهم قوي النص ده هو بالنسبالي أو اللوحة دي بالنسبالي هي اللي بتمثل الجزء الهام التاريخي الخاص هنا اللوحة دي بتمثل عندي إيه موجودة خلف القطع دي كده على الحيطة اللوحة بتمثل عندي الملك وهو بينتصر على كل المطهر تقيم اللي وقفوا ضده الملك بيقول إنه هو بيعيد إقامة العدالة التي ضعت من الملك الملك هنا بيقول إنه بيوقع أو بيعيد لمصر استقرارها بعد فترة بدأت أثنتون سمنخ كارع توت عن خمون آي الأربعة دول الملك بيعلن هنا إن المرحلة المتهرتقة هو أعاد العدالة إلى البلاد بعدها وهنا بنلاقي مجموعة من النقوش آخر حاجة هي اللي بتمثل عندي نهاية الصرح لكن بعد كده بلاقي نفسي بقول لحضراتكم مع السلامة إنه إحنا هنتجه مع بعض إلى البوابة اللي بنخرج منها طريق أبو الهول مش طريقي باش لإن أنا مش بتجه لمعبد أنا بربط ما بين معبدين طريق الأول هنا ده اللي يطلعني على موت سيدة أشر عند الشجر اللي ظهر كده موت سيدة أشر وبعد كده يلحم مع طريق تاني أبو الهول برضو اللي بيمدى عنده للوصر موكب الأوبت يخرج مركب أمون تخرج تقابل مركب موت عند أشر ويخرج المركبين ومعهم خنصوا من معبد خنصوا التلاتة يتحركوا على موكب الاحتفالات اللي بيبقى الناس وقفوا على الشروفات تشوف منه إلى الأكثر أشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو اللي جاي مع المعابد الصغيرة في الكارنة شكرا جزيلا شكرا جزيلا